شارك مئة شباب المتطوعين في تنظيم مهرجان الطائرات الورقية للسنة الرابعة في حدائق أبو نؤاس وسط بغداد ويهدف المهرجان الذي يصطدف مختلف الفئات العمرية لنشر ثقافة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع ونقل رسالة للعالم بأن العراق ليس أسوأ منطقة للعيش كما صنف على مستوى العالم بل هناك صناع للحياة والأمل رغم الظروف الرهنة وضم المهرجان عروضا موسيقية وغنائية عربية وأجنبية لإبراز ودعم المواهب الشابة إضافة إلى تحليق الطائرات الورقية الملونة في الهواء المهرجان يحشي أو تسس بصورة عامة من كانت تصنيف أن بغداد أسوأ عاصمة للعيش بالعالم فإحنا كرد لإعتبار هذا التصنيف إحنا سونا هذا المهرجان بإعتبار أنه نمى المواهب العراقية الشبابية ونبرز أنه بغداد صالحة للعيش الخليط هذه سوناه بعيدا عن الطائفية بعيدا عن أنه هذا مثلا شبير هذا سغير هذا ما يعرف هذا التوت فإحنا سوناه ما نهتم للأصناف إحنا هنا الشباب تطوعنا حتى نشارك بهذا العمل حتى نحسل صورة بغداد ويعني ستطلع بأجمع الصورة مصالتنا للمجتمع أن الحياة بعدها حلوة ومو مشكلة يعني العوضاع اللي ده تصير اللي يعني يتضوج الواحد بس إحنا بعدنا ريد نعيش وريد نتونس ويعني نريد نجتمع بأصدقائنا وأقارن ما بيش أماكن حلوة فيعني هو هذا اليوم ينتظروا كل الناس حتى يجونوا يتجمعون مو جديد على الشباب العراقي هذا التجمع وهذه الرسائل اللي دائما ينطوها لكن كورونا عطلت بعض الإجراءات أو بعض الأنشطة الشبابية اليوم وجود هذا الشباب والعدد الكبير من عندهم نساء ورجال معناتها أنهم شباب لهم قيادة اليوم لهم صوت أنتوا أثبتوا نجاح أكثر من الطبقة السياسية اللي للأسف إلى اليوم ما ساهمه ولا عالجه وأي ملف من ملفات العراق للأسف إحنا من البلدان اللي تراجعت بالخدمات لكن عدنا شباب وعدنا أمل ممكن نرجع ننهض من شديد